صفوا بخوف أمام الله وانستوا لسماع إنجيله المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته من مدامير وتراتيل معلمنا داود النبي الملك بركاته على جميعنا آمين أنت معين عزيز فليمتلوا فمي سبحان لكي ما أسبحوا مجدكا وعظموا جلالك اليوم كون له مبارك ولاتي باسم رب إله القوات المقد لربنا وإلى أنا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحاي الذي له المقد الدائم إلى الأباء آد آمين حين ذن أحضروا إلي عمابي شيطانا وهو أخرس فشفاه حتى إن الأخرس تكلم وأبصرا فبهت كل الجمع وقالوا أليس هذا هو ابن داود أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زاب الرئيس الشياطين فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم كل مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرب وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسم على ذاته لا يثبتوا فإن كان الشيطان يخرج الشياطين فقد انقسم على ذاته فكيف إذا تثبت مملكته وإن كنت أنا ببعل زاب أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون لذلك هم يصيرون قضاتكم وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله يوسف يوسف ترجمة نانسي قنقر للناس شغلته كده صفته وفي صلوات الكنيسة نقول عنه غير الرحيم عنصر الرحمة مفهوش فإذا وقع حد في إيده ما بيرحموش اللي قدم إلى المسيح في إنجيل هذا الصباح قاله مجنون أعمى أخرص يعني العقل والعين واللسان واحد تاني قال كان يسكن في القبور وربطوا بسلالس الكن بيقطع السلاسل ويصيح زي المجنون في الشوارع ويقطع نفسه بالحجارة شطان مهلك غير الرحيم طبعاً إذا فقد الإنسان العقل يعمل أي حاجة يعني منشوف كتير واحد بعد عنك عقله مش موجود أي شيء ممكن وإذا عجز الإنسان عن البصر يلطش وإذا فقد الكلام يبقى فضل فيه إيه لكن الكاسيليكون النهاردة بيقول إيه يقول قاوموا إبليس فيهرب منكم يعني الشيطان المتجبر الوحش قوي ده اللي بيبهدل الإنسان هل إحنا نقدر عليه قال طبعاً للمسيح للمجد أعطانا السلطان أن ندوس الحياة وأرسل تلاميذ الأطار للعالم قال لهم إيه اشفوا مرضى اخرجوا شيطين وقال إذا تسلح القوي يحفظ داره في أمان ولكن متى جاء من هو أقوى منه ينزع سلاحه المتكل عليه ويوزع غنائمه أيها الشيطان قوي وقاسي القلب وما عندوش رحمة ويقدر يعمل ويعمل ويعمل لكن بيقول إيه قاوموا إبليس فيهرب منكم طب إذا كنت أنت تقاوموا ويهرب منك يبقى ضعيف صحيح إذا كان الشيطان يهرب منك تبقى أنت بنعمة المسيح أقوى منه أمان إيه اللي وصل للراجل ده واللي زيه للمراحل ديت واحد بيسيب نفسه فيسكن فيه الشيطان سألوني ناس قالوا إيه في الإنجيل كتير قوي أن المسيح والتلاميذ بيخرجوا الشيطان يخرجوا الشيطان أمان في البلاد المتقدمة ما فيش الظهرة دي ليه فيش ناس عليها الشيطين وناس بتطلع الشيطين والبتاع والحاجات دي كان الإنسان في ذلك الوقت بدائي بسيط الشيطان يمسك جسمه ويعمل به يعني اللي بداله يخرب به النهار ده عقل الإنسان كبير قوي كفاية أنه يمسك عقله ويعمل به كل القباحات والنجسات والشرور والعنف والقتل وكل حاجة ده جاء منه الشيطان يمسك عقل واحد عشان كده تسموه مجنون مش محتاج أن يمسك جسمه لأنه لو مسك العقل يبقى مسك كل شيء ألستم تعلمون أنكم مسكن الله إيه اللي حصل في المعمودية اللي حصل في المعمودية أن الإنسان الطبيعي العادي بيقف ويبتدي اللي احنا بنسميه في المعمودية جحد الشيطان يقول الشيطان أنا إيه أنا ضدك أكحدك أيها الشيطان وكل أعمالك النجسة وكل جنودك الشريرة كل قوتك اللي انت فاكر أنك انت قوي قوي وكل جيشك وكل سلطانك وكل بقية نفاقك أكحدك أنا ضدك تبقى تروح منه فين قال لا استنى شوية بس لأنه بيلتفت للشرق ويقول إيه يقول أؤمن بإله واحد الله يلقى بضابط الكل أنا بأمن بالمسيح مخلصي وبعدين نعمده ويسكن فيه الروح القدس الروح الله اللي بيه بنقدر نغلب الروح الشرير أنت مسكن لروح الله صرنا مسكن وهيكل لكن تعرف لو الواحد فينا يكسل ويهمل ويبيع نفسه للشرور والخطايا على أنواحها يحصل إيه؟ قال المسيح للمجد خلي بالك الروح النجس إذا خرج من الإنسان ما بيرتاحش ما إحنا طردنا من جوة المسكن بتاعه فيبقى زي المجنون يقول في أماكن ليس فيها ما يطلب راحة فلا يجد فيقول إيه؟ أرجع إلى مسكني الذي خرجت منه تفتكرش أنه بيسيبنا اتطرد مننا بقوة الله وصرنا مسكن للروح القدس لكن يقول لك الله وأنا كده بالسهل أسيب بيتي أرجع إلى مسكني فإذا وجد المسكن ده مكنوسا مزينا إذا واحد بعد ما الشيطان خرج منه بالمعمودية بقوة الله وفتح أبوابه للشرور وفتح حواسه للخطايا الشيطان يقول إيه؟ أرجع أرجع إلى مسكني الذي خرجت منه طب الواحده ألا يجيب سبع أرواح أخر أشر منه فيأتي ويسكن هناك وتكون أواخر ذلك الإنسان شرا من أوائله فخلي بالك إحنا مستهدفين إحنا في حالة حرب مع الشيطان ليه؟ لأنه اتكسر واتخزه واتطرد من مسكنه فدايما يليف في حوالين الواحد يقول إيه؟ ما فيش حتة يسكنها إلا هو يخربها عشان كده المزمور قال على الإدسين تحارب على الأبواب أبوابك أبواب المنافذ بتاعتك تخلي بالك تصد جامد قوي عند الباب ولما تصد عند الباب مجرد تخلي مجرد تخبيطة كده فتحت الباب طب عاوز أترده بعد ما هو حسيت أنه هو ده الشيطان اللي داخل عندي وبعمل أزعارين عاوز أترده مش هتقدر تطلعه بعد ما تطلعه بالجهد والتعب والصوم والصلاة وتلاقي الدنيا برضو حواليك مكاركبة تعبانة أنا مش بتاع زمان أنا كنت كويس لما جاتني الحكاية دي لخبطتني مش ممكن يطلع قبل ما يخرب شيء عشان كده حربوا على الأبواب قول إزاي بفرض أنت عارفوا واحد واحد شرير يعني من الناس البطلين جدا وجي خبط على باب بيتك أنت عارفوا بتبصوا كده عارفوا فلان تفتح قال لا طب خبط تاني طب تالت طب خبط مئة مرة من دي ما عارفوا مش هفتح طب لو خبط مئة مرة وانت بفتحتش هيعمل ايه يزهق يمشي قاومه إبليس فيهرب منكم انت عندك سلطان أولاد الله انك لا تقبله لا هو ولا كلامه ولا أفكاره ولا حياله الرضية عندك سلطان استخدم سلطان أولاد الله قاوم فيهرب ما تدلوش مكان يدخل عندك ساعات بنستهتر بالحاجات الصغيرة انت عارف الحاجات الصغيرة ديت موزية جدا جدا مش حاجات كبيرة يقول لك أنا أنا راجل بتاع ربنا هو ييجي الراجل بتاع ربنا ويقول له مثلا أقعد عنك في الزنا أو في السرقة حاجات الجمدة ديت لا 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 ده هو يسهله الطرق يميل الطريق بالراحة يعوج السكة بالراحة ما يبانش بس بعد شوية بقنا نام عوجة قوي قوي تحذر للأمور البسيطة صحيح خذوا لنا السعالب الصغيرة المفسدة للكروم امسكها وطبعا انت عارف ان الحروب بتاعة الحاجات في بدايتها في الأبواب والخطايا في بدايتها سهلة جدا زي ايه زي البزرة للشجرة البزرة ايه يعني ما بتاع عادي كده لو انك مطالب انك تحارب البزور ديت قال لا بسيطة قوي بزور لمها خلاص طب لو سبت البزرة بتنزل في التربة والرطوبة والمية وتطلع نبات وانا ده حاجة بسيطة اخ طب سبها شوية سنين تبقى شجرة شجرة كبيرة وبعدين اقول لك ايه حارب الشجرة تقول ده اسمه كلام انا شجرة واقفة عاملة زي البتاع والانسان الصغير كده ما هي حبيبي ما كانتش شجرة ما تزرعتش شجرة دي بزرة اذا كنت تتحارب الخطايا في البدايات طوبة لمن يمسك اطفالك مملكة الشر يعني بابل ويدفنهم عند الصخرة في المسيح يمسك الخطايا الصغيرة البدايات نظرة بايخة يحارب جامد قوي على حاجة صغيرة ليه لانه عارف المستعبل الامين في القليل الامين في الكتير واحد ما بي pronouns يخدش مثلا الم من المساحة لي بيشتغل فيها يقول لك القلم ده بتعريفة ا Merl escol مليم ما يلزمنيش مش بتاعي بتحارب ضد مليم اه طبعا ولو حارب ضد المليم مش هيسرق عشر تلاف جنيه خلاص حارب في البدايات تنجح خليك شديد قوي قدام اطفال الخطايا تقتلهم انت بتحارب بيبي بيبي ايه ده الواحد يمسكه في عصر لكن لما يقولك حارب جليات ما هو الجليات اللي هو اللي طوله ستة درع وشبر ده اللي هو يعني اكتر من قرب تلاتة متر ولا بتاع ده اتولد ايه اتولد قد كده لو قيل ليك تحارب جليات الطفل البيبي المولود القوي ده انا مويته لكن لما يقولك تعالى بص اللي عمل رعب في جيش بان اسرائيل بسبب ضخامة وجسامة حجمه عشان كيه بقولك حارب في الاول حارب في البدايات اغلب الشياطين في بداية الحركات الصغيرة وخليك التقوا كونوا رجال حاربوا الاطفال من الخطايا ولما تحارب الخطايا في بدايتها مش هتوصل لنهايتها مجنون اعمى اخرص لكن قدرة المسيح الطيب بالاله المخلص انه اخرج الشيطان فرجع الراجل لحالته الطبيعية عائل بيشوف بيتكلم جميل يعني بعد الخراب ده كله اللي فيه مخلص بعدما الخطيئة بهدلتني لا لا تشمتي بي عدوة انا انسقط اقوم قوة القيامة فيك والمسيح اللي اخرج الشياطين بقوة لهوته هو هو امسه اليوم والابد قولي ده انا بالسنين ده الشيطان هزأني وتعبني ورماني وكسرني كان عندي حاجات كويسة او حاجات غالية او فضايل كويس قوي تعبت وقالك ما تخافش بس تعالى هو ينتهر الشيطان ويرجع البيت اللي هو مسكن الروح القدس الى كيانه الاول ومجده الاول والنعمة اللي فيك لا تموت معوديتنا ما بتموت واول ما الشيطان يعني يخزيه ربنا ويبعد عننا يرجع الانسان يقولك يا سلام تصور فلان رجع الفلان الغالي ده تصور رجع ده كان متبهدل عشان كده بقولك المكانية موجودة قدام كل واحد فينا ان المسيح الهنا ينتهر الارواح الناجسة التي تحارب خلصنا ويرجعنا مش زي ما كنا احسن صدقني احسن مئة مرة فالفرصة اللي موجودة قدامنا في شخص ربنا يسوع المسيح فرصة لا تعوض ربنا المجد دائما اشتركوا في القناة